لاحظ الجزيات الممثلة أعلى والبيانات في الجدوى الأدنى تمثل هذه الصيغ البنائية كل من النونان واثنان ثلاثة أربعة ثلاثي فلورو بنتان وارمز له بـ TFP الكتل المولارية للنونان واثنان ثلاثة أربعة ثلاثي فلورو بنتان متقاربة جدا الكتلة المولارية للنونان هي 128 جرام للمول والكتلة المولارية لاثنان ثلاثة أربعة ثلاثي فلورو بنتان هي 126 جرام للمول إلا أن درجة غليان النونان أعلى بشكل كبير وتساوي 151 سلسيس في حين أن درجة غليان TFP تساوي 89 سلسيس وعليه أي العبارات التالية تفسر ذلك؟ قبل الإطلاع على خيارات الإجابة فكروا فيما تعنيه درجة الغليان الأعلى أو الأقل إن درجة الغليان تطلعكم على مقدار الطاقة اللازم إضافتها حتى تتفكك روابط بين الجزيئات بالتالي فإن درجة الغليان الأعلى تعني أن هناك قدراً أكبر من القوى البين جزيئية يجب التغلب عليها لفك الروابط بين الجزيئات أي من هذه الخيارات تفسر سبب احتواء النونان على قوى بين جزيئية أكبر مقارنة بـ TFP؟ يشير الخيار A إلى أن تفكك رابطة الكربون C والفلور F أسهل من تفكك رابطة الكربون والهايدروجين H وهذه إجابة خاطئة لأن هذا الأمر ليس له علاقة بالقوى البين جزيئية حيث أن غليان المادة لا يؤدي إلى كسر الروابط التساهمية بالتالي هذه الإجابة لا تفسر اختلاف درجة الغليان أما الخيار B فيشير إلى أن رابطة الكربون الفلور أكثر قطبية من رابطة الكربون الهايدروجين لاحظوا أن TFP يحتوي على روابط الكربون الفلور وكما تعلمون أن روابط الكربون الهايدروجين ليست قطبية تماما بينما كهر سلبية الفلور عالية لذلك فإن رابطة الكربون الفلور أكثر قطبية هذه العبارة صحيحة لكنها لا تفسر اختلاف درجة الغليان وإن كانت رابطة الكربون الفلور أكثر قطبية من رابطة الكربون الهايدروجين فهذا يعني أن TFP لديه روابط قطبية أكثر وبالتالي قوى بين جزئية أكبر لذلك ستكون درجة غليانه أعلى وهذا عكس ما ترونه هنا فعلى الرغم من أن الروابط بين الكربون والفلور الموجودة في TFP أكثر قطبية إلا أن درجة غليانه أقل إذن هذه العبارة صحيحة إلا أنها لا تفسر اختلاف درجة الغليان الخيار C ينص على أن سلسلة الكربون في النونان أطول من سلسلة الكربون في اثنان ثلاثة أربعة ثلاثية فلورو بنتان وإن نظرتم إلى الصياغ البنائية التي أمامكم تجدون أن العبارة صحيحة في جزئ النونان تسع ذرات كربون مقابل خمس ذرات كربون في جزئ TFP لكن ما علاقة ذلك بدرجة الغليان؟ على الرغم من أن الكتلة الذرية لكل المركبين متقاربة إلا أن طول السلسلة مرتبط بقوى تشتت لندن بالتالي فزيادة طول السلسلة تشير إلى زيادة قوى تشتت لندن وكما لاحظتم أن سلسلة النونان أطول بالتالي سيكون فيها مقدار أكبر من قوى تشتت لندن لأن هذه الجزئيات أقدر على التفاعل مع أقطابها المؤقتة وهذا يعني أن قوى تشتت لندن تزداد وتزداد معها درجة الغليان وهذا ما تحاولون تفسيره أي أن الخيار السي هو الإجابة الصحيحة ولكن انظروا إلى الخيار دي للتحقق من صحة إجابتكم الخيار دي يشير إلى أن سلاسل الكربون متباعدة عن بعضها في النونان أكثر مقارنة بسلاسل الكربون في 2، 3، 4، 3، 2، 3، فلورو بنتان لو كانت سلاسل الكربون متباعدة عن بعضها بشكل أكبر في النونان سيعني ذلك أن القوى البين جزئية فيه أضعف أي أن درجة غليانه ستكون أقل وهذا غير صحيح إذن الخيار دي خاطئ والخيار سي هو الخيار الصحيح نصل بذلك إلى نهاية الحل